إذن مشاهدين يتواجه السلطات التونسية تحديات اجتماعية ومالية كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية من الأسواق وعدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراضها خبرت السوق منذ عشرين عاما تدرك صليحة بائعة البهارات هنا في سوق أريانا بالعاصمة المتغيرات الجارية وأحوال الناس بحكم مهنتها القريبة منهم لا تعلم كثيرا عن واقع الاقتصاد لكن ما تعلمه هو الارتفاع المتزايد للأسعار ارتفاع تقول إنه أرق الناس وأرهق مستطاع الحال ديني أخدم قريب من عاما لعشرين سنين ديني أخلطت مشكة بل كيتو كل يوم الديني تزيد الديني تزيد كل البطاطا بالفيع القراءة البرج قد ترفب ديني أخلطت مع ديني أخلطت مع ديني شخلطي هلأ خالب قسم على ربي يا سيد الرئيس نقص لنا تراي في الديني بالله خلينا نولو نحيش كما بعد ربي ذك ما يتردد على لسان كثيرين هنا في تونس كلام تؤكده الأرقام الرسمية التي تكشف عن ارتفاع نسبة التدخم إلى ثمانية فاصلة ستة في البيئة ذك أحد أوجه الأزمة الاقصادية التي تعيشها البلاد فهاجس التونسيين لم يعد غلاء السلع الأساسية فحسب بل فقدان بعضها تماما ينظر ذلك بحسب خبراء الاقتصاد بتبعات كبيرة اليوم ارتفاع الأسعار إلى هذا المستوى وندرة المواد الأساسية من الأسواق نتيجة لضعف الموارد المالية للدولة ونتيجة لضعف آلة الانتاجة التي لم تتمكن من الاستجابة لحاجيات الشعب التونسي أعتقد أنه ستؤدي إلى مشاكل اجتماعية إذا كان من قومش بأخذ الإجراءات الضرورية كل ذلك دفع الرئيس قيس سعيد إلى دعوة رئيسة الحكومة إلى اجتماع على أعلى مستوى لبحث هذه الأزمة لم تجد السلطات حلولا ناجعة منذ فترة في ظل شح مواردها المالية وعدم قدرتها على الاستيراد لم تتوصل تونس بعد إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراضها اتفاق تنشده السلطات لأنه يمثل مفتاح حل للأزمة الاقتصادية والمالية يقول خبراء الاقتصاد لكن الأزمة أخذت منحا خطيرا بسبب ارتفاع أسعار سلع أساسية وفقدان بعضها من الأسواق ويسمد عسي العربي تونس ولأن معنا من تونس صبر الزغيدي الصحفي بجريدة الشعب أهلا بك صبري يعني ارتفاع في الأسعار ارتفاع في نسب التضخم كيف يمكن مواجهة هذه الأزمات الاقتصادية وما موقف اتحاد الشغل منها مساء الخير أستاذ يحيى شكرا على الاستغافة يعني مثلما تفضل الزميل وسام في التقرير كمية قدم لنا عنوين واضحة لما يعانيه التونسيات والتونسيون يعني من ارتفاع مهول الأسعار وخاصة الأسعار الأساسية بل فقدان البعض منها وهذا يضع عديد النقاط الاستفهم حول مسالك التوزيع التجارية حول قضية الاحتكار اليوم الدولة التونسية بكافة أجهزتها المعنية لم تقدر على مقاومة هذه الظاهرة وهي تعرف لديها كل الأجهزة الردعية تعرف من هو المحتكر تعرف من هو يضرب في المسالك التوزيع الرسمية والتي كانت لها تداعيات على المعيشة للمواطن التونسي البسيط هو في الحقيقة من المجحف أن نقول أن الأزمة الاقتصادية هي وليدة اللحظة بل هي بطبيعة الحال مراكمات وخاصة خلال العشر سنوات الأخيرة التي عاشت فيها الدولة التونسية تفكيكا ممنهجا لمؤسساتها والاقتصادياتها إلى جانب ذلك اتباع نفس السياسات والخيارات والرؤى والتصورات الاقتصادية على امتداد عشر سنوات والتي أثبتت في كل مناسبة فشلها وهي سياسات مرتبطة أساسا باملاءات وشروط صندوق النقد الدولي هذه السياسات التي تعتبرها سياسات فاشلة ما زال هناك تباين في وجهات النظر أستاذ صبري ما بين الحكومة واتحاد الشغل لكن اتحاد الشغل يبحث عن نقطة التقاء حتى الآن هل هذا يعتبر تغير في موقف الاتحاد أوليون أكثر من اللازم؟ هو مثل ما قلت لك للأسف حكومة بودن تتبع في نفس السياسات السابقة للحكومات المتعاقبة والمرتهنة أصلا ليست مرتبطة باملاءات وشروط صندوق النقد الدولي ماذا يريد؟ الذي يريد تجميد الأجور في القطاع العام والراضي في العمومية يريد تجميد الانتدابات كذلك في هذين القطاعين يريد رفع الدعم شيئا فشيئا بداية من 2022 إلى جانب التفويت في المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص الاتحاد العام التونسي لشغل متفهم للوضعية الاقتصادية المزرية وهو ليس معزول عن واقعه الإقليمي وواقعه الدولي وتداعيات كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا لكن في نفس الوقت يتحدث عن إصلاحات وهذه الإصلاحات الاقتصادية العاجلة الآن ثم بعد ذلك على المستوى المتوسط يجب أن تكون وفق حوار حوار لا يجب أن يكون حوار عمودي ليست له مخرجات حقيقية وواقعية على مستوى الجباية على مستوى إصلاح منظومة الضرائب على مستوى منظومة الدعم على مستوى إصلاح المؤسسات العمومية وكل المحاور الاقتصادية الحارقة الآن للأسف وبالرغم أن الاتحاد العام التونسي لشغل إلى الآن تقدم بتصوره إلى حكومة مدن لكن إلى الآن وضحت الفكرة أستاذ صبري عذرا لضيق الوقت المخصص لهذه الفكرة شكرا جزيلا صبري أزغيدي الصحفي بجريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد العام بالشغل فيه